اجرى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا باسم الشيخ جاسم بن حمد الثاني الممثل الشخصي لامير دولة قطر الشقيقة عرب سموه خلاله عن تهانيه بمناسبة اطلاق صراح الابناء العزاء القطريين الذين اختطفوا في جمهورية العراق خلال رحلة صيد وعودتهم الى وطنهم سالمين مؤكدا سموه بان ذلك جاء تتويجا للجهود والتحركات التي قادها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر الشقيقة وقد عرب الممثل الشخصي لامير دولة قطر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة التي تؤكد على ما يربط البلدين من علاقات وثيقة